ريفو دو برس انترنشنال 52% من البريطانيين كانوا مع الانسحاب مقابل 78% يحبوا يرجع الانتحاد الاوروبي حسب دراسة حديثة طلعت نهار الخميس من دلتا بول توني بلاير انستيوت فور جلوبال تشينج صديق خان رئيس برادية لوندن قال انه النمو والانتاجية كانوا يكونوا خير اذا كان المملكة المتحدة من صحبتش من الانتحاد الاوروبي نقراو في المونت زادة وسمى دو باري لنوفو باكت فنانسيي مونديال غستام بروجي بعد انتهاء قمة باريز اللي صارت الجمعة اللي فاتت تولمت 40 دولة من بلدان الشمال والجنوب واللي الهدف منها ايجاة حلول لديون بلدان الجنوب وحلول للتغير المناخي الاتفاق الميلي قعد مشروع بدون اي تخطيط لاجراءات ملموسة الجديد بالذكر كونه الرئيس البرازيل لولا في اختتام القمة صرح بانو البلدان المسؤولة على التغير المناخي هي اساسا البلدان اللي عندها اكثر تصنيع وجاء الوقت انها تتحمل المسؤولية نختمو بفا مينوت على اون غريس ميتسو تاكيس فليسيت دو سا فيكتوار وزيلكشيون كي لو دون اموندا فور حسب النتاء جل جسئية الاكثر من ثمانين بالمئة من ما كاتب الاقتراع حسب حزب لانوفيل الديموكراسي بقيادة ميتسو تاكيس ارباح الانتخابات التشريعية باربعين فاصل خمسة بالمئة مقابل سبعتاش فاصل ثمانية بالمئة النظير ومن اليسار سيغيزا الوزير اللول سابقا وعد الشعب بتغييرات جذرية كيماء الترفيع في الاجور وجعل الدولة اكثر نجاعة هذه كانت اهم عنوين صحافة العالمية نزيدهم عنوين مهمة وهو متابعة الحديث اللي صارت في روسيا بين مجموعة فاغنر ودولة روسية روسيا بقوتها تقريبا ثاني قوة عسكرية في العالم باشع القوة في الصحافة العالمية وانو روسيا تخضع للابتزاز ابتزاز مجموعة فاغنر ما زالت الاحداث متاع الموضوع هذي في متابعة لمستوى دولي كيفش بش يكون رد الفعل الروسي اللي قبل باتفاقية واللي تسوية يعتبرها مهينة نعفوا ان تسوية مهينة لروسيا قادم الساعة تتوارين الشنية ناجم تعمل روسيا في الموضوع هذي مجموعة مجموعة مجموعة